السلام عليكم معكم شهد العبادي في هذا الفيديو سنتناول شخصية يسوع المسيح أو عيسى أو يشوع في كتب اليهود بالتحديد كتاب التلمود ولكن قبل الدخول بهذا الموضوع المهم لازم ننوع عليك طام النقطة أول شيء كتاب التلمود أو مجلدات التلمود مش كل اليهود بيأمنوا فيها ثاني نقطة الكلام في التلمود هو عباء عن شوحات كتبها اليهود يعني هو بجاي زي كتاب ابن حجر اللي شرح فيه صحيح البخاري هو نوعا ما شبه أنا ما بقول بالضبط ولكنه شبه هو مجموعة كتب أو مجموعة مجلدات كتب فيها شوح لنصوص بالتواء أو التناخ وبعض الشوحات كمان وقصص من والو من هناك فهي الكتب ليست مقدسة لجميع اليهود ولكن مع ذلك يعتبى هذا الكتاب أو هاي المجلدات اللي تسمت المود من المصادر المهمة في دراسة يسوع المسيح فهي تعتبى نوعا ما شهادة من أيامه طبعا مع اختلاف لأنه كمان التلمون ظل يكتب ويدون حتى لبعد مجيء الإسلام لأنه كمان ذكى النبي محمد عليه السلام وذكى أوصاف وذكى شغلات عنه بل حتى اقتبس بعض الأشياء من المسلمين ولكن بغض النظر عن هاي النقطة الفقهة وين إنه لما تيجي تدرس شخصية يسوع لازم كمان تطلع على المنظور اليهودي كب منظور يسوع المسيح فمن ناحية الدراسة هذا الاشي مهم جدا ولازم ننوع على كمان شغلة أنا لما أنقول هذا الكلام أنا لا أتبني أي شيء منه القصة الأولى بتقول إنه العضاء ما كانتش عضاء بل هي كانت متجوزة من واحد اسمه يوسف وهو نفسه كان تلميذ عند واحد اسمه الحاخام شمعون وكان عنده جاءب نفس الوقت اسمه يوحنة وكان ملقب بالزنديق وكان هذا يوحنة عنده أغبة في العضاء فانتظى بيوم من الأيام عبما هي زوجها يوسف طالع من البيت واستغل الفاصة وهاجم عليها وعمل معها علاقة بالإيقاح غصبا عنها وبعدها هي حملت منه بعدها أجأ جوزة وصالت تقول له أو تتخيل إنه جوزة هو اللي عمل في هذا الاشي أنا كانت حسب القصة كما انتظر باصها بالحير فحسب ما أنا فاهم من القصة هي صالة عنده زي حالة نسيانة أو شيء فحكت المهم لجوزة ويلون لك كيف عملت معي هاي العلاقة وأنا بحالة طمث وانت بتعف أنه أنا نجسة بهذا الوقت حسب الشرع اليهودية طبعا جوزة اكتشف الموضوع بعدين فا عند أستاذه الحاخام واللي اسمه شمعوني اللي حكينا عنه قبل شوي وقال له بشكل واضح القصة وقال له إيش انصحني يا أستاذي الحاخام قال له بأنه يستنى عبين ما يحنى واجع لأنه دائما تعافين دائما اللص أو المجرم باجع لمصح الجريمة دائما فاستنى يوسف ولكن للأسف الخطة باتت بالفشل لأنه ببساطة ما تجعش عندها فارح المهم بعدين يوسف وحكي للحاخام نفس القصة أنه على الفاضي وهابه وما نجحش الخطة شو أعمل أسه ما لقش جواب فبعد ما شاف أنه كمان مات وبلش بطنها ينفخ قال يا عمي أنا ما بقدر أتحمل هذا العابق الصائل فمسك ماته وحكي للحاخام أنا هح أطلع على بابل واشرد بشافي هناك وبعدها خلفت في بابل ولد اسمه يشوع وبهاي الأثناء كمان يوسف قال أنه ما يجعش نهائيا لفلسطين واختا أنه يظل ببابل أو قال كمان أنه ما يحكيش بهذا الموضوع نهائيا لحد ما يموت وفعلا مات هناك بجون ما يحكي القصة إلى حدا ولكن على الفاضي أنا كانت قصة منتشة وبعد ثلاثين سنة صار موقف عجيب جدا بالنسبة لهذا الولد اللي صار عمه حاليا أكثر من ثلاثين سنة وهو أنه ما ضيش يدحني لمعلمين الشاعة اليهودية كان المطلوب من جميع تلاميذ أو جميع اليهود بشكل عام أنه مين حنوا للمعلمين تعونهم ولكن هو من حناش ومش بس ما واحد يعمل هيك بل أكثر من ما وكانوا دائما يستهزوا فيه يقولوا أصلا نجس هذا شخص أصلا قذر هذا أصلا ابن علاقة غاشرعية كان يظلوا يعيوه بهالقصة بل كانوا حاسين بعضهم هذا الشغل غريب بأنه أصلا بعمل هذه الشغلات لأنه بنزنه حسب القصة وهنا انكشف موضوع يسوع كمان أكثر وأكثر ليش لأنه من الذكين الشخص اللي حكي له يوسف عن القصة اللي اسمه شمعون اللي هو أستاذه شمعون هذا لما شاف هاي الأشياء ولا أفعال من يسوع قال نعم هذا الحكي صحيح وهو ابن زنه يعني كانت في البداية إشعار ولكنه أكدها هنا بلش يسوع كمان يبين وينسب حاله لنصوص العهد القديم اللي تتكلم عن المخلص القادم فصال ينسب حاله للمخلص وصال فعلا يعمل مشكلة بالنسبة للناس ومعلمين الشريعة فكان حسب كمان القصة بتقول إنه كان في اجتماع لا الطلاب اللي بتعلموا الشريعة اليهودية عند أستاذهم فأجا يسوع وقاطحهم وحكّلوا أنتو أصدت فمش من الشريعة وأنا ابن داود وأنا المخلص حكوروا من هذا الكلام فلما سمعوا المعلمين هذا الموضوع راحوا وينعلى أمه عشان يتأكدوا لأنه هو عن جد من نسل داود أو أنه هو ابن زينة وحسب النص بقول إنهم سألوها وحكولها من أنت ومن ولده قدت عليهم أنا من سلالة الملك داود قدوا عليها ما اسمك العضاء نايم قدوا سألوها من زوجك يوسف بن بندير أين هو في المهجة أحل منذ ثلاثين عاما من أهل هذا الصبي الذي يتكلم عنه الجميع قدت هو ابني فأنا حبلته من يوسف بعد ثلاثة أشهر فقال لها الحكماء عند إذن تذكى شمعون ابن شتاح اللي هو نفسه أستاذ يوسف القصة فقال لهم يا إخوان عليكم أن تسمعوا ما عندي من معلومات وبعد أن أخبارهم قالت هذا ما حصل بالفعل وبعد هذا القصة والنقاش هذا ذكت بعدين العضاء زي ما منقول الأحداث لصات معها فبعد ذلك المهم شمعون وقف معها وبعد وبلش يبحثوا عن يوحن اللي زينة معها زي في الماضي ولقوا فعلا وبعد ذلك طبقوا عليه الحد والمشكلة كمان هو عطاف كمان بعملته وبعد ذلك اتفقوا على قتل يسوع لأنه كمان هو تعلم العلوم الشاعية اللي مش لازم يتعلمها كونه وقح وكمان شخص بيسيء للشريعة ولأنه كمان خالف الشريعة حسب كلامه وبعدين يسوع أو يشوع اكتشف هذا الموضوع وسمع أنه فيه بلشت القصة ضده وبلشوا كمان بحكماتهم يكتلوه فتاك البلاد اللي هو فيها وهنا صاف فيه فعلا الساء الخاص بمعجزات يسوع المسيح فيسوع راح على مكان معين موجود فيه معبد اسمه الصخة الأساسية اللي ممكن نحكي مجازل انه هو المكان اللي فيه المسجد الأقصى يوم وهناك كان مخبيين الحكماء والأنبياء اسم الله الأعظم وطبعا البعض في اسم الله الأعظم هو حيمتلك قدرات خارقة ومعجزات وهذا فقر موضوع اسم الله الأعظم هذا حتى موجود عند المسلمين بس ممكن نفصل له حلقة بعدين فالمهم هذا المكان كمان محم كثير محطوط على حوالي أسود وحيوانات مفتاسة عشان ما أحد يدخل عليه ولكن مع ذلك يسوع أو يشوع قدر يدخل هذا المكان ولما دخل هذا المكان قدر يلفظ اسم الله الأعظم كتب اسم الله الأعظم حتى على فخدة رجله لأنه كان خايف كثير أنه ينسى الاسم من الخوف فالموضوع جد جد يعني هذا لو نعم الفيلم القصة هاي تطلع الجنن يعني من كتبها ما فيه أكشن بلشت بعد هنا يسوع بعد ما زاله في اسم الله الأعظم وصار عنده شوية معجزات وألعيب يروح عند التلاميذ وعند الناس ويحكي لهم أنا هو اللي بشه فيي الأنبياء أنا هو المخلص وهاي معجزاتي أقنع المهم ناس إنهم فعلا يصدقوا نبوته بهاي الطريقة واللي فيها تلاعب بعدين التلاميذ كمان طلبوا معجزات كمان ما اكتفوا يعني بزي ما قلتنا بس بالكلام وكذا فجابوا له في البداية واحد مشلول حكي عليه اسم الله فشو فيه المشلول بعدين سجدوا التلاميذ وهون معلمين الشرع اليهود أو الفاسيين خلينا نقول اختارهم يمسكوا يسوع ولازم يحاكموا لازم يخلصوا المملكة من هذا الزنديق طبعا حسب اعتقادهم المهم أخذوا يسوع وسلموا للملكة هيلينا وهي كانت زوجة قسطنطين بهذا الوقت وحكوا لحسب الكتاب لنا بقى منه سيدتنا ملكتنا هذا الذي يدعى يشوع ابن الزنة يتمتع بقوة صحية عظيمة ويستغلها ليخدع الناس ويخدع إسرائيل قائل أنه هو المسيح الذي يستحقه حكما بالموت ولذلك لقد سجناه وجئناه نسلمه لك لتحكمي عليه فهو يستحق الموت عندها تكلم يشوع ملكتي سيدتي هم الكافرون الذين قال عنهم جدي داود من يقوم لي على المسيئين من يقف لي ضد فاعلي الإثم عليك أن تعلمي بأن كلامهم كذب وخداع لو استطاعوا لو يملكون القوة التي أملكها لقطعوا أوصالي ملكتي يجب أن تعلمي أن ابن الله لا مشعوذ هذا ما سوف تقائينا فقد قال عني النبي أشعي ويخج قضيب من جذعي يسا وينبت غصن من أصوله ويحل عليها روحة روح الحكمة والفهم روح المشوعة والقوة فالمهم يعني بعد خطبة يشوع أو يسوع الطويلة وبعد كمان نقاش بينه وبين الحاخمات قدر يسوع أنه يقنع الملكة أنه هو الموعود في الكتاب المقدس ولكنها كانت بعض الشاكة فيه فبعثت وبعد ما أطلقته ناسا واستغبوا فعلا الناس اللي حقوه أنهم شفوا بحية الأموات عن جد ويعمل معجزات فهنا كمان الملكة آمنت بيسوع وهنا كمان رجعت واستدعت الحكماء اليهود وتفت عليهم بحسب النص بالنهاية وطبعا بعد سلسة من المعجزات وبعد ما يسوع صال له سلطة عند حتى الملكة وصال تعطيل بده إياه وما حد قاد ذاله هنا اتفق اليهود أنهم يجيبون له ند ثاني والند هذا بضح يخلوه يحكي اسم الله الأعظم يدخل عند مكان الأسود العدو هذا هو يهوذة اللي صوات لأنا جيل أنه هو عدو المسيح أو الخائن اللي سلم يسوع عند اليهود لا هو البطل الله يدم يسوع المهم لما عملوا هذا الإشي وعطوا قوة أو قوة الاسم ليهوذة راحوا عند الملكة كمان ثانية وحكولها إحنا أسا اكتشفنا قوة يسوع هو بستعمل اسم الله العلي وإحنا يوم عندنا إثبات أنه هو مجاد كذاب ونصاب هي عندنا هنا دستاذ يهوذة كمان عنده اسم الله الأعظم خليهم الاثنين يثبتوا من هو الكاذب ومن هو الصادق وهنا فعلا يبدأ الفيلم الهندي لما جاء يسوع واجاء يهوذة بلش قتال فعلا زي الأفلام الأكشن يبدأ النص بيقول لك أنه يهوذة طاب السماء ويشوع طاب السماء وبلش إثنان يتقاتلوا ببعض يمسكوا ببعض هذا يضرب هذا وهذا يضرب الإيد الثاني واجد الثاني وهنا بصير إشي كمان بلها يضرب القتال جدا سيئ أنه بنص القتال عدم المؤاخرة وأنا آسف جدا على هالإشي وزي ما قلنا ناقل الكفة ليس بكافة أنا بس بنقول القصة عندي يهود عمل العادة السرية على وجه يسوع فالمادة اللي نزلت على يسوع أنا آسف جدا على اللي بحكي هالحكي وفعلا بس لازم نقولها من باب الأمانة خسى يسوع قوته اللي معاه لأنه ما بزبط نجاسة مع طهارة خلينا نقول وطبعا لما فقد يسوع قوته قدام الملكة وقدام الكل ما سكتش هنا بل ظل يحكي نصوص وظل يذكى أنه حتى بالعهد القديم كان يقوله داود والمخلص حيتعذب وحيتألم فكان هو شاطئ بهذه النقطة وحسب كمان النصوص بتقول لك أنه حتى بعض التلاميذ ليسوع كانوا عافين قصة الاسم وعافين أن يسوع كذاب ولكنهم وقفوا معاه من أجل مصالحهم الشخصية هنا كمان بيعملوا يهود شغلة ثانية بعملوا يشوف يسوع فقد قوته قدام الملكة كمان يحكونا خلينا نعمل اختبار ثاني هسا بعد ما فقط قوته خلينا نغطي عينيه بإشي ونحاول ونلف حواليه ويحكينا من اللي ضاب وهذا فعلا النص موجود بالإنجيل وفعلا هيك اللي سووا يسوع ما كانش قادة يحدد من اللي ضاب وهنا بلش كمان يحكي نصوص بعضها بتدل عن العذاب وهنا بتدلك كمان حتى لو كان صحيحة أو غلطة للقصة بتدلك أنه شخصية عظيمة وهنا حكمت الملكة ببساطة أنه يقتل يسوع لأنه عافت أنه كذاب فقالت هذا بقى حي مدامه جمع اللصوص هذوله أو الأتباع اللي كثير حواليه وقذب عليهم وكان يعمل انقلاب على يهود فبقى حيعمل انقلاب عليه فاقتلوه وهنا أخذوا اليهود يسوع على طباية وبطول وبلش كل واحد يضب بحابة وحاولوا بهذا الوقت كمان تلميذ يسوع ينقذوه بس الفاضي وهنا باره يسوع عمل شغلة مجنونة ثانية حسب القصة فهو بلش يلاحظ أنه حيموت تمام فبلش يحكي لهم لتلاميذه بعد ما أعطوا الخل وبعد ما بلش يشرب يا تلاميذي وأنتم تسمعونني افرحوا فالآية تتحققت وفي عطشي يسقونني خلا ثم وضعوا على أسه كليلا وهنا بلش وزاد الإيمان عن تلاميذ يسوع وصايبكو حسب القصة فهم حكوا فعلا هذا هو ابن الله ولكن مع كل هذا لما شف كمان أتباع يسوع هذا الكلام من يسوع تصدقوا فعلا وآمنوا فيه فتجمعوا كلهم مرة ثانية وهاجموا على المكان اللي هو فيه وقدروا يطلعوه من هذاك المكان وهنا يسوع عشان يتجنب المشاكل هاب من آشاليم وواح على مصر وتعلم هناك السحة حسب القصة لأنه اكتشف أنه لحاله بدون قدات خاقة مش هيقدر يعمل إشي وبهذا الوقت صاح عنده كثية أتباع وبعد دخل المدينة وهذا دصب هذا موجود بالإنجيل وحكى ابتهجي جدا يا ابنة صهيون اهتي في يا بنت آشاليم ها هو ذا الملكك يأتي إليك وهو عادل ومنصوى ولكن زي ما قلنا كما لما يسوع دخل المدينة حطلب من تلميذه يلبسوا زيه ويتمشوا في المدينة وبنفس الوقت حكى لبعض تلميذه أنه البثق فيهم كثية أنه أحياج على المكان اللي فيه اسم الله ويأخذ الاسم معه ثانية ولكن واحد من تلميذه وخانه والتلميذها اتفق مع الفاسيين أو الحكماء أنه أحيسجد لواحد وهذا هو يسوع ولكن طبعا لما عمل هذا الشغلة كانت أخها الوقت لأنه فعلا يسوع كان أخذ اسم الله الأعظم وعافه معه ثانية وهذا الشخص السجد وعاف الحكماء من هو يسوع هجم جيش كبيا على يسوع وتلميذه ولكن يسوع حكره بلات قاتله طبعا هو ما كانش خيف لأنه كان معاه الاسم الأعظم وكان عاف كمان أنه عقوبته حد كل الموت فأخذوا المهم اليهود وبلش دوني علقوه على أي شجاة موجودة عشان كعقاب إلوه ولكن بسبب الاسم العلي كل الأشجار العالم صارت مش قادر على حمله فولا شجاة حملته ومن المصدفات الغابة أنه كان فيه واحد حسب القصة كمان وهي فعلا قصة أشطوية أنه واحد كمان كان عنده ملفوف ملفوف عملاق بش عاف كيف أن جابوه والملفوف العملاق هذا كان واحد بامتلكه والواحد هذا عنده وصية من أبوه بتقوله حيجي واحد حيعمل خاب بيصاله يعمل حاله المخلص علقو عليها وفعلا نجي يهود وعلقو عليها وظل يسوع معلق على هذه شجرة الملفوفة العملاقة وظل يجمو الأطفال والنساء ويسوع هيك مات خلينا نقول على هذه الملفوفة ولكن تلميذ يسوع كان عنده مجهة نظرة ثانية فبعد ما ندفن يسوع وبعد ما مات أوحوا تلميذه وأخذوا جثة تعيط يسوع وبلش يكذبوا على الناس طبعا بعد ما ندفنوا بمكان ثاني ويحكوا للناس أن يسوع طلع على السماء وأن يسوع حكى أنه حياجع يوم مثل قيامه وهيكا تلميذ يسوع صاء اسمهم مسيحيين وانشقوا عنه يهود وهيكا ظهد الديانة المسيحية من وجهة نظر اليهود لهذه الديانة وصالت كل ساعة صاثوات ضد اليهود من قبل المسيحيين وبعثوا عميل مزدوج هو أساسا كان صياد مسيحيين اللي هو إحنا نسميه بوليس الرسول أو شاول وبعثوا اليهود المهم للمسيحيين وكان هو زي عميل مزدوج كان الهدف الأساسي من دخوله داخل اليهود هو قطع العلاقة بين اليهود وبين المسيحيين المسيحيين بيأمنوا كانوا بالعهد القديم زي ما كان يسوع يعمل يستشهد بالعهد القديم فهو كانت مهمته أنه يخلي المسيحيين ما يهتموا بالعهد القديم بل يهتموا بشاعة الأهد الجديد وينسوا الختان وينسوا هاي الطقوس كلها اللي هي أصلا عهود أبدي المفوظ في الكتاب المقدس وطبعا هو كذب عليهم حسب قصة يهود وقال إنه شاف يسوع ويسوع ما شافه وكان يكذب كثيره وقده بعدين يسيطاه على عقول العامة وهذا هو منظور قصة المسيحية وضغال المسيحية من وجهة نظار يهود إذا محتوى يعاجبك وحاسس إنه بستهل الدعم وحابب بالمستقبل إنه يطوى أكثر وإني أنا كمان أقدر أستمافي وبتقدر حاليا تدعم المحتوى من خلال البيبال إذا كنت من خارج المملكة أو على الباتسايون وطبعا جميع الإحسابات والآقام حاليا قدامك على الشاشة سلام